مش عايز انسى نقول ان احنا كان فيه عندنا عمالة غير منتظمة وعمالة مؤقتة تمت يعني تقديم دعم مالي لهم عشان يمسر لهم الحياة في زل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها دي لكن لم تتوقف مشاريعنا وابراءات العمل في مصر قبل واثناء وحتى الآن بل بالعكس احنا يمكن اطلقنا مشروع حياة كريمة وهذا المشروع يستهدف ستين مليون انسان في الريف المصري المشروع ده اللي بنسميه في مصر حياة كريمة بيستهدف مجبهد تداعيات الفقر اللي تسبب عنها هذا الكوفيد مش على مصر بس على العالم كله معدلات الفقر لا شك معدلات الفقر لا شك حجم نسب الفقر في العالم كله زادت بعشرات ويمكن مئات الملايين نتيجة الجائحة فاحنا في مصر اطلقنا ايضا برنامج اخر هذا البرنامج حتكلف من 600 ل700 مليار جنيه خلال التلات سنوات بدأنا من العام المالي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي عشان تستمر عجلة الاقتصاد ومعدلات النمو بشكل كويس وزي ما بقول احنا من الدول اللي حقق الدول القليلة التي حققت معدلة نمو احنا حققنا 19-20 3.6% وحققنا في 2021 3.3% معدل نمو وانا اتصور ان فيه دول كثيرة جدا لم تستطيع ودول لم تستطيع ان تحقق هذا الامر الخلاصة اللي انا عايز اقولها في تجربتنا مع الكوفيد اللي انا بقول عليه في بداية الكلام ان هو قد تكون محنة ولكن المحنة دي ممكن تتولد منها منح كثيرة جدا جدا واتصور ان فيه قوة دفع هائلة شكلت في مجال البحث العلمي وفي مجال التعامل مع اللقاحات والمنظومات الصحية اللي هي بشكلة وبآخر كان اختبار شديد لها الجائحة في العالم كله نتبادل الخبرات نتبادل الرؤى في ازاي ان احنا ننظم ونطور منظوماتنا الصحية عشان تكون اكثر فاعلية في التعامل مع مثل هذه الازمات دي انا عايز اقول دي التغربة المصرية واتصور ان كل دولة بيباليها خصوصية في مصرها والتعامل مع المستهزيل الازمات تبقى لعوامل واعتبارات اتصور انها بتمثل خصوصية لكل دولة من الدول مع اطار عام بجمعنا بالكامل ترجمة نانسي قنقر